أهلا بحضراتكم من جديد ومستمتعين بهذا الحوار الثاري الحقيقة بدأناه وإحنا في رحاب العشر من رمضان ثم انتهى ونحن في الانتظار لمباراة السبت الأهلي والرجال المغربي أستاذ جلاء خروج الأهلي من هذا اللقاء المحلي بهزيمة الكل أجمع لأنها هي هزيمة مستوى كيف يمكن إعداد فريق يخود مباراة بهذه القوة دفاعا عن لقب كبير بالنسبة له عاوزين نتفق برضو في مستوى سبب في هزيمة ولكنها ليست حالة أيوة هي موقف حالة ظرف طارق ليست حالة ليست حالة الأهلي جملة اعتراضية لازم جملة اعتراضية والعودة إلى الأهلي كنا نتكلم الكلام السري الجميل اللي كان بتقال دلوقتي من مفكر سياسي في الكرة الكلام أنا عاوز أطبقه على الأهلي عاوز أقول ماتش الرجاء اللي جاء نمر واحد الأخطاء التي واقع فيها الأهلي فرديا وجماعيا لا بد أن يتم العلاج وأنا بقول علاج ما قلتش أنا بقول علاج ليه علاج لأن حالة المرضية الطارئة تحتاج إلى علاج سريع والأهلي نادي كبير وملئ بالنجوم وإمكانياته عالية جداً ومن الظلم لينا أن احنا نقف ونبكي علام وراه لإندي كرة لكن من الظلم الأكبر أن لا نعترف أن هناك خلل ومن الظلم الأكبر أن لا نعالج هذا الخلل حتى لو على حساب أي حد ليه؟ ليه؟ ماتش الرجاء بالنسبة لنا الرجاء مش فريق سهل الرجاء حقق أعلى نسبة تهديف في دور المجموعات الرجاء فريق قوي ويستطيع أن يصل إلى المرمى ولدي شعبية جريفة لا يستطيع أن يصل إلى المرمى الأمكانياته يستطيع أن يصل إلى المرمى الخصن الأهلي لديه دفاع قوي ودولي ولكن هناك بعض الأخطاء البسيطة التي يجب أن يتم علاجها مع مراعاة المهاجم المهاجم اللي جاي لك الأخطاء في الهجمات المرتدة النتجة عن مسبص أو نتجة عن النفاع الاندفاع ده دي أخطر حاجة بالنسبة للرجاء ويجب أن نتنبه لها نحن محتاجين رؤية هادئة هادئة جدا إحنا الإمكانيات والتركيز في المرحلة في المرحلة في المرحلة الجاي على الفكرة هنا مش نجيب حاجة من بره إحنا عندنا إمكانياتنا عندنا لعبتنا وعندنا قدراتنا ومسلمين قبل كده عامل من التوليفة دي نتائج رائعة يعني الحيطة دي أنا عايزة وقف برده عشان أسألك سؤال إنت بتقول محتاجين معلاج الأخطاء محتاجين الرؤية محتاجين ونبيل بي قالك تنظيم حركة معين ومربعات مشماني تراه يملك كل هذه الأدوات التي يمكن أن يعالج بيها حقق بيها قبل كده يعني تراه أسأل الواقع يقول ده هو ده من الرجل المهم الصعب نعم وعمل مطشات كبيرة في وقت ما كانش عدم التواقع ولسه بطولة العالم لسه لسه قريبة وعمل ده عمل ده إذن يملك يملك لبعضين نركز ونحفظ أنا أعزو أن الحرطك حاجة الأهل يملك اسم وتاريخ ومكانة والخصم عارف أنت مين بتاع مين تاني بلا واحد جهاز فني يملك القدرة والإمكانيات الفنية لعبة تملك القدرة على الفوز والقدرة على الدفاع عن مرماها ولكن زي ما قلنا القرار القرار في الملعب القدرة الزهنية كيف تترجم القدرة الفنية مع القدرة الزهنية في التخصص القرار وتنفيذ التعليمات جماعة عشان تبقى المسألة ممكن تيجي تقول إيه ما هو شوت فتلاقي بيباصي بيباصي تقوله في الفاضي في الزهنية في الزحمة أو بيراق على فكرة هو ده القرار على فكرة دي عبقريت محمد صلاح من الآخر القرار 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 عنده على فكرة هو عشر دكاترة عشر دكاترة واخدين دكتوراه وعطباء وعندهم علم وممتازين بس في واحد عنده اتخاذ القرار لابد من إجراء إجراءها دلوقتي التانيون لك استمنى أصل إجراء وذي ينقذ حياة هي نفس الحالة في الكرة هي نفس الحالة في الصحافة إنك أنت في الحياة بشكل عام في الحياة بشكل عام ولذلك اتخاذ القرار في الملعب دي تدريب ذهني زي ما أنت بتدرب نفسك تدريب عضلي علشان تبقى عندك قدرات عضلية وبدنية جيدة فيه تدريب ذهني فيه تدريب على التعامل مع تعليمات المدرب المدرب مش هزل عن مكانك لكن أنت بتاخد تعليمات من المدرب بتنفذها تنفذها إزاي أنت فجأة بتلاقي عندك لعيبة بصراحة تتطر تسقف لهم على طول نفس اللاعب بيبقى عنده حاجة تانية هي إيه لازم ندرسها لازم عندنا خبير نفسي لازم عندنا خبير نفسي الخبير نفسي ده مش قضيته إنه مستبيب نفسي هيعلجني عشان المريض نفسي عشان المريض نفسي الخبير النفسي ده كوتش بيديلي مهوربات ده كوتش ده كوتش نفسي عاوز يقول أنا بتعالج إذن مع الحالة للأدامي أنا فيه لعيبة في مصر المصري محتاجين علاج نفسي مش علاج نفسي إنه مريض نفسي لا محتاج كوتش نفسي حاجة زهنية حاجة يقول له فوقوا يفوقوا احنا على فكرة مش على فكرة احنا في عائلنا كلنا كده. انت حين انت يقب بيتك في عندك حالة خمول خارج الموت او عندك حالة خمول بنتش عارف ليه كمان. يعني انت بقعد كده وانت جاي بتكتب تفاجأ ان انت مش مش عارف تكتب. الكلمة مش جاية لك. مش جاية وعلى فكرة وهي وانت في دماغك الكلمة بس انت يا جماعة ده في في الآية في الآية فيه في الآية كذا ده وتقعد فين لغاية بتجيء وتوصل لك. دي حالة طبيعية وزي في الكرة وزي في الحياة وزي انت بتتكلم مع صحابك على الآية.